بلد الذهب الأسود يخنقه الفقر والجوع خلال ثلاثة عقود لم تشهد البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة مثل الارتفاع الحاصل الآن الذي وصل إلى مراحل خطيرة بالرغم امتلاكه خزينا هائلا من الثروات النفطية والبشرية فإنها لم تسهم ولو بشكل جزئي في تحسين الحالة المعيشية لملايين العراقيين في ظل الفساد المستفحل أزمة اقتصادية وأزمة وبائية تخفيض قيمة الدينار العراقي الذي انعكس سلبا على الشرائح البسيطة والفقيرة ومنعدمة الدخل اليومي رافق ذلك ازدياد في معدلات البطالة ومعدلات الفقر كذلك فئات كثيرة أصبحت تحت معدلات خط الفقر وبلغة الارقام التي أشارت إليه عصائيات البنك الدولي ارتفاع في مستوى البطالة وصل إلى 13.7% وهو المعدل الأعلى منذ عام 91 ليخلف جيشا من العاطلين عن العمل خصوصا في فئة الشباب التي تعد الأكثر تضررا وهو ما ينذر بخطر يهدد المجتمع العراقي ويضعه على حافة انتفاضة ثانية ضد الفساد شبيهة بانتفاضة عام 2019 نحن هاي وضعيتنا مفيد مرة تعبانة لا شغل لا عمل كل شي ماكو قاعدين على الطالة بطالة ومبهدرين والله ما خليت بو كان ما رحت بيها يعني ماكو ماكو أي شغل انه ماكو حتى هناك شنت اشتغل بالكارت وانا مأجر ستوتا والولد هالساعة ماكو جاء اخذ ستوتا من يقلي والله نطلع اشتغل بيها يعني هاي المشكلة البطالة يعني كارثة وهاي بيها شغلات سلبية بالمستقبل تتأدي للمشاكل تتأدي للسرقات تتأدي للحالة النفسية تتأدي للشباب يعني انه من يحس نفسه انه يائس وانه ما عنده عمل وانه يريد يسوي شيء او يشتري اي شيء وما عنده امكانية يصير عنده حالة نفسية الطراب نفسي يعني يتقود إلى الانتحار وانه يأذي نفسه تحت وضع اقتصادي واجتماعي معقد يتطلب تحركا سريعا بوضع الخطط للتعافي من أزمة البطالة وهو ما عملت عليه حكومة الكاظمي بمحاولات تفعيل القطاع الخاص والاستثمار والتصدي لاختر ملف متمثل بالفساد المتوغل في مؤسسات الدولة ليقف الجميع اليوم على مفترق طرق للخروج من ازماته المتعددة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا من اربيي البشير الحسن قناة الفلوجة